أهلا بكم دعونا نستخدم معرفتنا الحالية لجعل قالب Wordpress الذي نعمل عليه يدعم RTL يمين ليسار و LTR يسار ليمين في الفيديو السابق قمنا بكتابة كود مبسط في هذا الكود قلنا فيه أنه إذا كانت اللغة الحالية هي العربية فأكتب لي على الشاشة RTL غير ذلك أكتب لي LTR فدعونا نحدث هذا الكود ونقوم بتطويره فمثلا لماذا لا نغير جملة الدس بلي هنا أو جملة العرض نحن لا نريد أن نعرض إذا كانت لغة العربية لا نريد أن نقول أنها لغة تكتب من اليمين ليسار بل نريد أن يتم تطبيق قواعد CSS الخاصة بيمين ليسار أو الخاصة بالRTL نحن لا نريد عرض كلمة مثلا LTR إذا كانت اللغة الإنجليزية هي لغة الموقع بل نريد عرض تطبيق قواعد CSS الخاصة بالLTR أو يسار ليمين فدعونا نقوم بنسخ الكود هذا كما هو ووضعه في الحيد الخاص بهذا الملف الهد ها هو فإذا هو تاج الهد يبدأ من هنا وينتهي هنا نحن نريد وضع هذا الكود أدنى الستايل شيت أو ملفات CSS أو رابط مع ملفات CSS فسأقوم بنسخه هنا جيد فأنا أريد القول التالي أريد إذا كانت اللغة العربية أريد أن يتم الربط مع ملف CSS الخاص بقواعد RTL فسأقوم بنسخ هذا الكود موجود هنا أو قصة الذي يربط مع RTL جيد وسأطعه بدلا من جملة العرب بمعنى آخر أنه إذا كانت اللغة الحالية هي اللغة العربية تطبق لي قواعد RTL غير ذلك تطبق لي قواعد LTR جيد فطبق لي القواعد CSS الإعتيادية ممتاز جيد جدا فالآن تبدو الأمور جيدة ولكن كيف يمكنني أن أعرف لغة الموقع الموجودة هنا من عام من إعدادات عام واللغة الموقع الآن هي لغة الموقع العربية كيف يمكنني أن أعرف أنها العربية أو الإنجليزية أو الروسية أو أي لغة كانت كيف يمكنني أن أعرف ذلك هنا في هذا الملف فأنا بالفيديو السابق قمت كتابة current language فقط لنعطي فكرة مبدئية عن الشيء الذي نحاول إنجازه ولكن هذا شيء غير صحيح أن يتم تطبيقه هنا نريد أن نسأل هنا شرط آخر ليس شرط إذا كانت اللغة الحالية لغة عربية نريد أن نستعين بأحد أكواد WordPress السحرية التي تعود لي بنعم إذا كانت اللغة المستخدمة هي لغة تكتب من اليمين لإعسال اسم هذا الكود السحري is RTL فسأكتب is underscore RTL و قوسين بهذا الشكل وهذا الكود يعني is RTL يعود لنعم أو صحيح أو true إذا كانت اللغة المستخدمة تكتب من اليمين اليسار اللغة العربية ليست اللغة الوحيدة التي تكتب من اليمين اليسار هناك كثير من اللغات تكتب من اليمين اليسار منها أوردو يتكلمونها في الباكستان الفارسية في إيران والعبرية وأيضا العربية فهذه اللغات كلها تكتب من اليمين اليسار فهذا الكود إذا كانت اللغة المستخدمة إحدى هذه اللغات أو اللغات الأخرى المشابهة التي أيضا تكتب من اليمين اليسار فسيعود بنعم وبالتالي عندما يعود بنعم سيتم تحقيق هذا الموضوع هو الربط مع قواعد CSS RTL جيد أما إذا لم تكن لغة RTL أو لغة لا تكتب من اليمين اليسار بل من يسار اليمين لا تكتب من اليمين اليسار بل تكتب من يسار اليمين فسيتم الوصل مع هذا ملف ملف keypad symbol.css الذي يحتوي قواعد LTR الاعتياتية جيد الآن إذا قمت بحفظ هذا الملف و ذهبت للتطبيق أتوقع أن يكون كل شيء على ما يرام هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك ولكن دعونا نحاوله سأقوم بحفظ هذا الملف و أذهب للموقع و كون اللغة الحالية هي اللغة العربية فأتوقع أن يبقى كل شيء على حاله من اليمين لليسار دعونا نجرب سأقوم بالتحديث ما الذي حصل هناك خطأ شاشة بيضاء و عليها عبارة ثوداء يقول لي هناك خطأ هذا الخطأ يوجد هنا إشارة غير متوقعة ها هي أين يوجد الخطأ؟ يوجد الخطأ في ملف اسمه index.php هو نفس الملف الذي أعمل عليه والخطأ على سطر 24 فماذا يعني ذلك؟ أين سطر 24؟ هذا هو الخطأ هذا هو السطر عفوا والخطأ أن هذه الإشارة غير متوقعة ظهرت هنا فجأة فما هي المشكلة فعلا؟ المشكلة أنني أنا كنت أتحدث بلغة PHP وفجأة أصبحت أن أتحدث بلغة HTML دون أن أنهي حديثي بلغة PHP يعني مثل أنك أنت الآن تتكلم اللغة الصينية وفي منتصف حديثك أصبحت تتكلم اللغة الهندية هل سيفهم الشخص الآخر ماذا تقول؟ لن يفهم لأنه يعرف فقط اللغة الصينية وأنت فجأة تكلمت بلغة غير مفهومة وهذا الشيء الذي حصل أنت بدأت حديثك بلغة PHP if is RTL جيد أنا أفهم هذا الشيء أنت تسألني إذا كانت اللغة الحالية هي لغة تكتبني ميسار وفجأة أنت كتبت بلغة HTML دون أن تنهي حديثك الأول فحل هذه المشكلة أن أي شيء له علاقة بPHP اكتبه ابدأ حديثك فيه وأنهي إذا أردت أن تتكلم بلغة أخرى في المنتصف قم بإعطاء إشعار أنا انتهيت من حديثي بالغة الصينية الآن سأتكلم بالهندية فالشخص المقابل يفهم أنك الآن ستتكلم بلغة أخرى ونفس الشيء عليك أن تقوم به هنا فسأقول أن الآن بدأت حديثي بلغة PHP فسألت هل هذه قمت بالسؤال هل هذه لغة RTL الآن بعد ذلك تحدثت بلغة HTML سأعطي إشعار فسأنحي حديثي بلغة PHP انتهيت الآن من PHP أصبحت الآن أتكلم بHTML جيد جدا ثم أعط لي PHP فعلي أن أبدأ حديثي مرة أخرى فسأقول أنا الآن أتحدث بلغة PHP وأنا الآن انتهيت تحدث الشيء هنا بلغة HTML انتهيت من الموضوع الآن أعط لي أتكلم بلغة PHP فسأبدأ حديثي مجددا وعلي أن أنهيه جيد انتبهوا لهذه النقطة فسنقوم بالحفظ وأتوقع الآن كل شيء أن يكون جميل جدا سأقوم بالتحديث بالتحديث فالموقع ظهر من يمين إلى يسار جيد لأنه أنا أستخدم لغة يمين ليسار الآن إذا قمت بتغيير لغتي إلى اللغة الإنجليزية فحفظ التغييرات وايضا لاحظوا معي مجرد أني قمت بالنقر على عنوان الموقع تم تحديث الصفحة وأصبح لدي يسار ليمين لماذا؟ لأنني الآن غيرت لغة الموقع للغة الإنجليزية الآن سترونها هناك بعض من البطء فهذه باللغة الإنجليزية جيد ويسار ليمين إذا قلب العربية يصبح يمين ليسار جيد الآن أصبح قلب Wordpress لدي يدعم RTL و LTR ممتاز في الفيديو القادم سنتحدث عن موضوع مقالات Wordpress وكيف يمكننا عرضها في الصفحة طبعا هذا سيكون الفيديو الأول ضمن عدة فيديوهات لأننا سنأخذ الموضوع ببساطة خطوة 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 فأتمنى لكم يوما جميلا وألقاكم لاحقا